تنطلق مساء اليوم تدريبات منتخبنا الوطنية الأول لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي استعدادا للمشاركة في بطولة الكويت الدولية الأولى المقرر أن يستضيفها الاتحاد الكويتي للعبة خلال فترة التوقف الدولي للعبة من السادس حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة أربعة منتخبات وهي الكويت المضيف والبحرين وتونس والرأس الأخضر وذلك في إطار تحضيرات الأزرق للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في يناير المقبل في الدنمارك وكرواتيا